على نفس الموجة انا غام اف ام خليني افكركم تليفوننا 3835316 لسماس 153 الاغنية الوطنية طبعا احنا في تاريخنا المصري اغاني وطنية عظيمة اغاني وطنية سيبة بصمات في قلوبنا يعني اغاني وطنية يعني صعب ان احنا نقارن بها اي اغاني وطنية فاللي داخل ده يعمل اغانية وطنية لو ما كانش عاملها بجد معجونة بموية الناس بموية الشعب بالديئة ايه بالحمد النووي بتاعهم بافكارهم باحساسهم بكل نقطة دم فيهم فالاغنية الوطنية دي هتفشل فشل زريع فشيء صعب جدا على فكرة انك تكتب اغنية وطنية للشعب المصري ده حاجة صعبة جدا فلما يكون عندك شاعر يكتب خمسين اغنية وطنية ويمكن اكتر ويكتبها لكبار المطربين بتاعنا وينجح فتيحة صعبة جدا مشكلة بقى تانية كمان الاغاني بتاعها بقى المناسبات الوطنية صعبة جدا يعني فيه اغاني اتكتبت في مناسبات وطنية ماتت من لحظة ميلادها على طول ولكن فيه اغاني اتعاملت لمناسبات وطنية وعاشت لدرجة انه فضلنا نحب نسمعها تاني وتالت ورابع ونجحة نجاح موداوي وخلاص ما بقتش حتى مرتبطة بهذه المناسبة اللي اتعملت عشانها وفضلت تنجح وتنجح وتنجح هذه هي نوعية الاغاني الوطنية اللي عملها ضيفي النهاردة الشاعر الغنائي الجميل احمد حسن رقول ازاي قدرت تكون هذا الـ CV المحترم في الاغاني الوطنية وخاصة ان انت داخل امتحان صعب من البداية لان احنا في مصر زي ما كنت بقول نا احنا عندنا اغاني وطنية جمد جدا تداخل كمان بعد مسلا ستين سنة اغاني وطنية بكل شعراء مصر اه من سيد درويش ومن اقل حاد اخر حاجة الموضوع صعب وازاي تختلف وعندك الابنودي بقى ومش عرفة مينه وطلح جهي والحد اي من بها جات امر تامير حسين اه كل الناس كلها وانت بتتنفس مع الناس كلها وبتتنفس مع نفسك وانت مطالب ان الناس تسمع خصوصا انك بتعرض الحاجة دي يعني انا اول حاجة عملتها هي صبح على مصر اغنية للحاملة الرئاسية فانت برضو ايه انت اسم بلدك ده برضو ما انت اسم بلدك ده كبير قوي وانت هتبقى صورة الاسم بلدك انت بتكتب اغنية حاجة لبلدك فبتبقى مركز قوي وطورة تشتغل وطورة تكتب والموضوع حتى بدأ بصورة طبعا لما تعرفت على عامل مصطفى بحقيقة طبعا ملحن جميل جدا ووطني برضو هو جدا اه اشتغلنا مع بعض كتير قوي وطني مع بعض اه وكان في فترة كده كعمل بيعمل كل اغانية وطنية وبدأت اركز قوي في ان انا عايز اضيف وعايز اعمل حاجة مختلفة وعايز اعمل حاجات تعيش ومشيت معي لدرجة ان انا عملت خمسين اغنية وطنية في كل المناسبات انا عامل يعني صبح على مصر دي الحملية الرئاسية عامل ايوم الشهيد احمد جمال عامل اه قناة السويس احتفالي قناة السويس انا اللي عاملها عامل اه منتدى الشباب العالم عامل اه طمر قبل ادارية عامل اه ستة اكتوبر عامل اه اه تحرسينة عامل اه كل كل اغاني وغنالي معظم النجوم يعني انا غنالي مسحة صارح غنالي محمد فؤاد غنالي اه ده في الوطني بس انا غنالي بقررهم حاجات كتير اه 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 عاصل حلاني نوال الزربي من وطن عربي كله كمان انت بتكتب اغانية لمصر بيغنيه حد من الوطن العرب ده برضو مهم جدا. اه. اللي ساعدنا على ده حاجة مهمة جدا. انا انا مكنش عايش في مصر. كنت عايش في السرودية. اه. طول حياتي. اه. فنزلت مصر فانا بقلتو شايف مصر منظور غير اللي عايش فيها طول عامر. دايما المغترب. عنده حالين مختلف. بالزبط بيتزوق مصر بالذات. يعني مش اي مغترب. اه طبعا. احنا المصريين اه اه مصر بتبقى عايشة فينا واحنا عايشين برا مصر. وبيبقى عندك حالة غريبة كده. انك انت دايما راجع. اه. انا مش مهاجر. اه. لا انا راجع. وبتقعد اه بتكون ثقافة كمان انت البلد الوحيدة اللي ناس كنت بتكلم عنها. هم. يعني انا مسلا سعادية لان هي لما الناس كتير قوي فالفصل بتاعي مسلا بيبقى فيه مصر سوداني وتونسي تونسي وكزا كزا كزا. البلد الوحيدة اللي ممكن تتناقش فيها وتتكلم فيها حتى لو بتتكلم عن اهل والزمالك حتى لو بتتكلم عن هي مصر. فانت بكمان اراء الناس اللي حواليك بتخليك انت كمان عايز تبقى لهم مصر ازاي. ايه ده احنا وصل لكم الحد هنا. لما كتب اغنية السمع هنا فانا لازم اخد بالي قوي بعد. انا لازم انا لازم ازاي هيوصل شكل مصف بشكل ازاي.